التقى للفريق محمود فؤاد عبدالجوات قائد القوات الجوية بالفريق أول شاندينج تيو قائد القوات الجوية الصينية بمدينة بكين تلبية لدعوة المقدمة من الجانب الصيني تضمن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفتح أفق جديدة بين القوات الجوية لكل البلدين من خلال التعاون والشركة الاستراتيجية في العديد من المجالات وعلى رأسها التدريب والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة كما التقى قائد القوات الجوية على هامش الزيارة بكل من نائب رئيس أركان القوات الجوية الصينية ومدير إدارة التعاون للمعدات والتكنولوجيا بالجيش الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة كاتك الصينية والرئيس التنفيذي لشركة نورينكو الصينية كما قام قائد القوات الجوية بزيارة لقاعدة تنجين الجوية وشهد عرضا جويا نفذه فريق العروض الجوية الصينية